السلام عليكم واهلا بك في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن بناء العضلات. النهاردة هو الفيديو الاول لبناء العضلات. يعني احنا هنعمل فيديو هين عن بناء العضلات. الفيديو الاول اللي هو النهاردة بيتكلم عن العلم ورا بناء العضلات بصورة عامة. ازاي اصلا جسمنا بيزيد. ازاي ابني عضلات او ازاي ازوي كتلتي العضلية. اما الفيديو التاني اللي هو هينزل بعد الفيديو ده ان شاء الله. هيتكلم عن بعض الحالات الخاصة اللي هي مش عايفها تزيد عضل بعض الحالات الخاصة اللي هي آآ عايزة تزيد كتلة عضلية نظيفة او اللي هي عايزة تعمل اللي هي عايزة تخسد هنا وتزيد عضل في نفس الوقت. فهنتكلم في الفيديو القادم عن بعض الحالات اللي انت ممكن تكون حالة منها او حد صاحبك يكون حالة من الحالات ديت. فالنهار ده هنتكلم في الفيديو العام او الزيادة العضلية العامة. يلا بنا نبدأ في الموضوع. اهلا بك من تاني هيكلم عن خمس نقط بالزبط بحيث ان الفيديو يكون مرتب اول نقطة ازاي الجسم بيزيد اصلا بصورة عامة تاني نقطة ازاي احسن وابني عضل وحسن من كتليتي العضلية تالي نقطة اعمل فوقت في السعارات الحرائية بتاعتي ولا لا او اعمل سير بلس او زيادة في السعارات اللي باكلها ولا لا رابع نقطة اكل بروتين وقرب ودهون قد ايه علشان ازيد او احسن من بناء العضل خامس واخر نقطة اللي هنتكلم فيها في الفيديو دوت وهي عدد الوجبات المسالية لزيادة الوزن لاني دوت سؤال بيتطرح كتير جدا طبعا الفيديو النهار ده كله في الاطار العام اول حاجة هنتكلم فيها وهي ازاي الجسم بيزيد اصلا هنتكلم ان العلم بيقول ان الجسم بيزيد عن طريق حاجة واحدة بس وهي الفائد في الطاقة الفائد في الطاقة زي ما اتكلمنا قلني ان الجسم بيخص من خلال العجز فيه الطاقة وليس العجز في الطعام فببعض النهار اذا بنتكلم عن الفائد في الطاقة الفائد في الصعارات وليس الزيادة في الاكل وليس انها باكل اكل كتير او انا باكل يتخني او اكل يخسسني لأ الفائد من الطاقة ذات نفسه الفائد من الصعارات ذات نفسه هو المفتاح الرئيسي في بنهاية العبارات لان انت جسمك لما بيكون عنده اي نردج او طاقة زيادة بيعمل بها ايه مش يعمل بها حاجة فبي格 اخزنها في اكياس او في مخازن وهي المخازن دي بتسمى بالدهون هتقولي تم ببعض الجسم ممكن يخزن الفائد في الطاقة دوات في الكبد ورعضلات هقولك وبيخزن في الكبد ورعضلات كمية محدودة فقط وهو الجريكوش اللي هو الجلوكوز يعني اللي بيتفكي بعد كده ويكون جلوكوز والجسم اللي بيستخدمه في بناء الاتيوبي تاني فعلا لكن الفائد من الطاقة الفائد الكبير الذي يكون على فترات متوكمة او على مدى طويل الجسم هنا بيخزنه في الدهون هتقوليش معنى زي ما احنا عايفين ان هو العنص اللي فيه سعارات كتير او فيه طاقة كتير يعني فيه جرام واحد من الدهون فيه تسعة سعارات او تسعة نقطة من الطاقة فالجسم لما بيخزن فقط في الطاقة على صور الدهون بيخزن في كمية صغيرة او بيخزن في حتة صغيرة كمية طاقة كبيرة يعني مثلا هنقول ان الجسم عندي شال كيلو دهون او خزن كيلو دهون انت يعني ايه الجسم يخزن كيلو دهون يعني يخزن الف جرام يعني يخزن تسعة تلاف كالوري واخد بالك معي لكن الجسم لو شال كيلو عضل او كيلو كربوهادريت اللي هو الجيلايكوجين يعني هي هنا بيخزن حوالي اربعة تلاف كالوري بس ده رقم واحد رقم اتنين بيقى جزء منه مية لكن الدهون بيقى جزء اقل منه هو اللي مية تمام فالجسم عشان كده بيتجه لتخزين الفائد من الطاقة على صورة دهون فعشان كده لو عايزين يزيد في الوزن او عايزين يزيد بصورة عامة لازم ناكل طاقة ازيد يعني ايه ناكل طاقة ازيد يعني نركز في اكلنا على الاكل اللي فيه سعرات حارية اكتر وبقى موضوع اكل ايه من ده ومن ده ده طبعا النقطة رابعة اللي هنتكلم عنها تاني نقطة معاني النهاردة وهي ازاي ازيد عضل بالاخص او ازاي انمي كتلتي العضلية او اعمل ما يسمى بالمصل طيب احنا عندنا لقلم بيقول لنا انت محتاج حاجتين علشان تعمل زيادة في الكتلة العضلية محتاج كم حاجة محتاج حاجتين بس اول حاجة وهي ان انت محتاج او تحفيز او حاجة تحفز الجسم على بناء العضل العضلات او حاجة تحفز الجسم على انه يعمل مواصل او ان هو يطور العضلات ويخليها اكبر حجما واكثر قوة ويعدد الياف اكتر والكلام ده كله الجسم ايه هو المحفز بتاعه علشان يبني عضاء المحفز الرئيسي بتاعه هو التدريب او هو التمرين فلازم تتمرن ما يسمى او تمارين المقاومة تمارين المقاومة اللي انت بتقاوم فيها حاجة فالجسم انت طبعا بتختار مقاومة اعلى من اللي انت تقدر عليها فالجسم بيقول لك اه رجال دوت عايز قتلته العضلية تزيد عشان المقاومة الجاية لما يجي يحطني في الموقف دوت اقدر ان نتغلب على دي اقدر ان نتغلب على هذه المقاومة تمام فانت بتجي في المقاومة اللي بعديها او اللي بعديها وتزود في المقاومة بتاعتك تزود في المقاومة بتاعتك فالجسم هنا بيفضل واخد اشارة بصورة مستمرة لان هو هيبني ويطور العضلات بتاعته تمام طيب الجسم بقى هيبني ويطور العضلات دي ازاي بالحاجة التانية وهي ان انت تدخل فقط في الطاقة لكن الفقط في الطاقة ده بق ادخلوا قد ايه وادخلوا منين هي ديه النقطة التالتة اعمل فائد في السعرات الحيارية ولا لا اقول لك احنا هنا في عندنا كزا سيناريو اول حاجة ان انت واحد لسه داخل الجيم واحد لسه داخل الجيم طبعا احنا هنتكلم بصورة سريعة وبريف كده لكن الفيديو القادم هو عن الحالات المتعددة دية تمام الفيديو القادم هيكون بالتفصيل فما تنساش تفعل الجرس عشان يصلك الفيديو اول ما ينزل طيب اما ان انت بتكون لسه داخل الجيم ففي الحالة دي انت مش محتاج تعمل فائد في السعرات الحيارية في الحالة دية انت تاكل بس وتاكل اكل نظيف شوية وتزود شوية من احتياجك من البروتين وجسمك هيعمل ما يسمى بالبادي ريكمبزيشن او اعادة تشكيل للجسم وهو هيبني عضل لوحده تمام او هو هيستخدم طاقة من الجسم من الخلايا او من الانسجة او من الحاجات القديمة عنده يستخدمها في بناء الكتلة العضلية الجديدة تمام او ان انت حد التعدلان بقى لك كوي ففي الحالة دي محتاج انك تعمل فائد في السعرات الحيارية فعلا طبعا من الفائد قد ايه الفائد بتاعتك يكون زي ما الايا الكتب بيقول من تلتمية للتلتمية وخمسين او لحد خمسمية يعني تبتدي من تلتمية او تلتمية وخمسين لحد خمسمية طيب ابتدي من هنا ولا من هنا طبعا بتبتدي من هواقم الاقل وعلى حسب مستوى الشدة بتاعت التدريب بتاعتك على حسب مستوى اللي انت بتعمله يعني عدد الساعات اللي انت بتتميرانها او عدد الدقاي اللي انت بتتميرانها عدد الايام اللي انت بتتميرانها بتتميران باوزان قد ايه والكلام ده كله دوت كل ما تتميران اكتر او اشد هتحتاج ان انت بتدخل فقط في الصعارات اعلى شوية تمام? فبتبطل تلتمية اسبوع اسبوعين ديات الدنيا سبتة زي ما هي باكرة تخش تلتمية وخمسين اسبوع اسبوعين الدنيا سبتة تخش ربعمية وهكزا لحد ما توصل ان انت تزيد حوالي ربع كيلو لحد نص كيلو في الاسبوع في البداية بعد كده زيادتك يعني مثلا بعد ثلاث تشهر ولا حاجة زيادتك لازم تكون ربع كيلو او تحت الربع كيلو دوت في البداية طبعا طبعا احنا هيا بنتكلم على اول سنة او تاني سنة ليك في التدريب تمام لكن ان انت بقالك اكتر من ثلاث سنين الزيادة بتختلف خالص لان هنا الزيادة بيكون تحسين وليس تطوير العضلات تحسين وليس تطوير عضلات طبعا التفاصيل دي هتكون في فيديو قادم باذن الله طيب رابع نقطة معنا اكل كربة قد ايه وبروتين قد ايه ودهون قد ايه هنا الكتاب بيقول لنا ان انت لازم تاكل ما بين واحد وستة من عشرة لاتنين واثنين من عشرة جرام بروتين لكل كيلو من وزن الجسم تاني واحد وستة من عشرة يعني يقول واحد ونص لحد اتنين واثنين من عشرة يعني يقول اتنين وربع جرام بروتين لكل كيلو من وزن الجسم يعني لو ميت كيلو هيكل ما بين المية وستين جرام بروتين لحد الميتين وعشرين جرام بروتين حلو الكلام دوت من ناحية البروتين ده مش سعرات حرارية ده بروتين جرامات بروتين هتقول لي يعني هيكل مسلا مية وستين او ميتين وعشرين جرام صدور فراخ اقولك لا صدور الفراخ مسلا الميت جرام بتاع صدور الفراخ مسلا فيه في حدود السبعة وعشرين جرام بروتين او لحد تلاتين جرام بروتين على طبعا حسب الفراخة دي وكلة ايه وعملة ايه وكلام ده كله يعني تمام? لكن اللي انت عمحتاج تدخل جسمك مية وستين جرام بروتين مش مية وستين جرام فراخ ولا الاحمر على الكلام ده. حلو? يعني انت هتدخل الاكل انت بتاكله على او على جوجل وفي نفس الوقت هتحسب بقى البروتين اللي طالعلك فيه هتحسب طوع تجمع البروتين لحد ما توصل للمية وستين او متين وعشرين. وهنا هتضرب الجرامات البروتين ديت فيه اربعة علشان تجيب السعرات الحرارية بتاعتها. يعني على سبيل المثال انا محتاج ياكل متين جرام بروتين. يبقى هتضرب متين جرام بروتين في اربعة. اتنين في اربعة تمانية يعني تمنمية كالوري. لاب انا كده هدخل من اجمال السعرات بتاعتي تمنمية سعره من البروتين. حلو الكلام? حلو الكلام. ندخل بعد كده على الكاربوهيدريتس مهتاج ياكل قد ايه? محتاج تاكل من حوالي اربعة جرام لحد لسبعة جرام كاربوهيدريتس لكل كيلو من وزن الجسم. هتقول لي الرنج دوت مش كبير شوية يعني من اربعة لسبعة يعني حوالي الضعف. هقولك طبعا هو كبير. فانت بتبتدي بأقل رقم لو انت بتضخم. لو انت بتبتدي بأقل رقم. بتبتدي تطلع كل اسبوع او كل اسبوعين خمسين جرام بس. تطلع من الكربوهيدات او تزود كربوهيدرات خمسين جرام بس. لحد ما تلاقي زي ما قلنا النتيجة اللي تكلمنا عليها في النقطة اللي فاتت. ولو انت بتنشف بتبتدي باعلى رقم او بتبتدي تنزل خمسين جرام بس. لحد ما تلاقي التنشيف او آآ نسبة دهونك بتقل. تمام? في آآ في حدود برضو زي ما تكلمنا يا نص كيلو في الاسبوع ربعا كيلو في اواخر التنشيف وهكذا. حلو الكلام? طيب من حيس الدهون هاكل قد ايه? من حيس الدهون هاكل حوالي من عشرين لخمسة وتلاتين في المية من سعراتي من الدهون. يعني هتلاقي بتتراوح في حدود العشرين لحد اربعين جرام دهون في اليوم. هتلاقي بتتراوح في الحدود دي. لكن بتحسبها ازاي? بتحسبها من السعرات. يعني انا مسلا باكل تلات تلاف سعرة. فالخمسة وعشرين في المية مسلا اللي هو متوسط يعني خمسة وعشرين في المية من التلات تلاف سعرة بتوعي اللي هم رابعة. يعني اللي وقت لقيت حدود سبعمائة وخمسين كالوري. فدوت باختصار باختصار شديد. اكل ايه من البروتين والكاربوهاديريتس والدهون. طيب يا سيدي انا دلوقتي عرفت هيكل ايه من ده ومن ده ومن ده. اكلهم بقى على كم واجبة. وهنا يجي السؤال ايه? اللي ايه? اللي نفخ دماغك واقول الشباب. اكل كم واجبة. بص يا الاستاذي. لو كلت واجبة واحدة. لو دخلت سعراتك وعملت فوقت في السعرات في واجبة واحدة. هتزيد بسورة عامة. ولو كلتهم على ست واجبات هتزيد برضو بسورة عامة. طيب ايه او افضل حاجة او امثل حاجة لبناء العضلات. العلم بيجي بيبصلها من ناحية تانية. بيبصلها من اني ناحية. بيبصلها من ناحية المسل او تخليق البروتين جورة العضلة. او الحاجات اللي انت بتعملها عشان عشان تخلى العضلة تزيد بروتين او تزيد الياف عضلية. طبعا رقم واحد في الحاجات ديات اللي اتكلمنا عليها من شوية. وهو التحفيز او المؤشر لبناء العضلات وهو التدريب. طيب تانية حاجة من حيس الاكل او من حيس التخزية عدد جرامات البروتين اللي انت بتاكلها. الا ان ما بيقول لك خليك ما بين العشرين لاربعين جرام بروتين في كل وجبة. يعني هنرجع تاني للشخص اللي كان هيكل مية وستين جرام بروتين هو ممكن يقسمهم اربعين جرام بروتين على كل وجبة. يعني هيكل اربع وجبات في اليوم. دوت او افضل اه يعني افضل عدد وجبات لتخليق البروتين. حلو الكلام? لكن هل لو كان لهم على تلات وجبات هيحصل حاجة? لا. طيب هل لو كان لهم على خمس وجبات بدل اربعة هيحصل حاجة? برضو لا لكن هنحن نتكلم على الافضل. فانت محتاج من عشرين لاربعين جرام بروتين لكل وجبة. لكل وجبة. بحيس ان انت ترفع او تخليق البروتين جوه العضلة في كل وجبة او في مسلا كل تلات اربع ساعات. حلو الكلام دوت افضل حاجة لبناء العضلات بصورة عامة. بس كده من هنا هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك ولو استفدت منه ياريت دينا اللايك لان دوت بيعرفنا ايه نوع المحتوى اللي احنا بنعمله فعلا مفيد. ونوع المحتوى اللي بنعمله اللي هو فعلا مش مفيد. فنقلل من اللي مش مفيد. ونزود من المفيد واللي انتو بتستفيدوا منه ان شاء الله. اتمنى ان انت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تشوفوا الفيديو الجاي. لان هما يعتبر بيكملوا بعضيهم. وكمان علشان الفيديوهات القادمة بازن الله فيديوهات قوية جدا. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وما توفيقه الا بالله. عليه توكلته عليه انيب. سلام عليكم. اشتركوا في القناة